لقب جديد ينتظر الأهلي عندما يلاقي نهضة بركان في كاس السوبر الأفريقي في العاصمة الفطرية الدوحة نهضة بركان بيشارك بعد رفوز بالكونفدرالية النسخة اللي فاتت على عساب بيراميدس وشارك في الكونفدرالية موسم ده وخرج بعد احتلال المركز الثالث خلف شبيبة القبائل والقطن الكاميروني فريق النهضة البركانية بيحتلم مركز الثامن في الدور المغربي بعد مرور نصف عمر المسابقة وبيقدم موسم متزفزب جدا المدير الفني للفريق هو الأسباني إخوان بيدرو بن علي 52 سنة ضرب المغرب التطواني والتحاد صنجة وبيضرب الفريق من 18 مارس اللي فات بعد إيطالة طارق السكتوي لعب معاما 14 مطش فاس 4 وتعادل في 5 وخسر في 5 ووضع الفني في النادي غير مستقرة حتى الآن وإخوان بيدرو ما فاتش بأي بطولة طوال تاريخه الفريق ما فيهوش نجوم كتير بعد رحيل أبرز نجومهم زي لابا كودجو وسوفيان كاركاش وساميرو عيدار أبرز نجوم الفريق الحاليين كلهم فوق 30 سنة عمر نمساوي زهير الأيمن 31 سنة الأسطورة المغربية المهاجم محصن يجور 35 سنة وهداف الفريق الموسم ده ب7 أهداف خلال 14 مباراة والمهاجم حمد العشير 33 سنة سجل 4 أهداف وصناء 4 والجناح زكري حضروف 31 سنة سجل 2 وصناء 4 نهضة بركان بيلعب 4-1-3-2 حمزة حمياني اللي بيشارك في حراس المرمى مؤخرة مبادرة من زهير العروبي عمر النمساوي زهير أيمن وعبد الكريم بعدي زهير أيصر ويوسف ودايو واسماعيل المقدم قلبين دفاع وبعد بيدا يشارك في الوقت الحالي بدلا من كابتن محمد عزيز 36 سنة خط النص العربي ناجي قدامه 3 على اليمين بكر هلالي وفي النص زيت كروش وعلى الشمال زكري حضروف ممكن يشارك أمين الكاس أو ألان تراوري في العمق وممكن محمد فرحاني وسط الملعب ناحية اليمين فط الهجوم حمد العشير ومحسن يجور ويكون على الدكة إبراهيم بحراوي وطارة أحيانا في حالة عدم مشاركة العربي ناجي الفريب يغير رسمه تيكتيكي إلى 4-3-1-2 مع دخول ألان تراوري أو فرحاني لمركز 10 بس غالبا العربي ناجي هشارك قدام الأهلي لأن الأهلي خص مقوي للتأمين الزيادة في وسط الملعب الفريب يعتمد في الأساس على الكرات الطولية والكرات العرضية من ناحية اليمين يوسف دايو قلب الدفاع اليمين دايما بيكون نقطة تحضير للكرات الطولية إسماعيل المقدم قلب الدفاع الشمال بيسلم الكرة لدايو قلب الدفاع اليمين اللي بيلعبها دايما في العمق ناحية اليمين شوية سواء للبحراوي أو حمد العشير اللي بيكون تارجة مان في استلام الكرة ومن إلها لقدام أو للطرف أكثر من روغات الفريق في آخر مربع في الملعب يمين وشمال مع زيادة نسبية ناحية اليمين وده يعني أن الفريق بيقدر يوصل ويروق كتير في التلت الأخير من الملعب عن طريق حمد الأشير ناحية اليمين وذكرية حضراف ناحية الشمال مهضة بركان بيجيدوا لعب الكرات العرضية خاصة على عرضه القريبة عن طريق عمر النمساوي النمساوي رغم أن نسجل هدف وصنع عدف الموسم ده ومستوأل لكن بيجيد التزديد من خارج المنطقة وبيلعب كرات عرضية بشكل ممتاز دقة كراته العرضية 42% وصنع 13 فرصة للتهديف ودي أرقام ممتازة جدا لكن مفيش مهاجمين كويسين يقدر يخلصوا الكرات العرضية بيحضروا دائما في العمق وكرة لعب لأنه يساوي على الطرف بيلعب الكرة العرضية على عرضه القريبة عندي العشير بيبقى له أدوار في الدخول للطرف ولعب الكرات العرضية لعب كرات عرضية كعدد أكتر من عمر النمساوي في آخر 10 مطشاط للفريق البوركاني عندي العشير أكتر لعب في الفريق مراوغات بنسبة 22% بيكون أغلبهم من ناحية المينة وفي نفس الوقت هو أكتر لعب أصول على الكرات الثانية للفريق ب15 كرة آخر 10 مطشاط سجل منهم هدفين وهو برضو أكتر لعب في الفريق دقة محاولات على مرمى ب50% بعديه ألان تروري ووطارة أول نقطة ضعف للفريق هي انخفاض اليقة البدنية نظرا زي ما قلنا أن معدل أعمار اللعيبة المؤثرة في الفريق فوق 30 سنة وبانخفض أداءهم بشكل كوي جدا في الشوت الثاني فبالتالي مستوى الهجومي والدفاعي بيقل وعرض التاميرات القسيارة بيقل وعرض الكرات الطويلة بيزيد جدا في الشوت الثاني على سبيل المثال أمر النمساوي عمل اليقة بيقل عنده وبيقصر على تمركزه في الحالة الدفاعية ويقدر موسماني يستغل النقطة دي عن طريق جناح الأهلي الشمال وطبعا محمد عزيز 36 سنة صغير الأيصر إذا شارك يقدر الأهلي يستغل برضو ناحيته 70% من الأهداف لاستقبلها نهضة بركان آخر 10 مطشاط كانت كرات عرضية سواء كانت ملعوبة بين قلبين الدفاع أو ملعوبة على الناحية البعيدة الفريق كارفي في الرقابة عموما وفي الكرات العرضية بشكل خاص ودي نقطة كويسة جدا لمصحت الأهلي خاصة في الضربات الركنية أو الكرات الثابتة إذا اعتمد عليها موسماني نقطة الضعف الأخيرة اللي هنتكلم عليها هي العربي ناجي العربي ناجي في حال مشاركته رغم أنه أفضل لعيب في استخلاص الكرة في الفريق بس هو لعب عنيف جدا وسهل استفزازه خلال 19 مباراة لعب هالموسم ده اضطرد مرتين مهضة بركان منافس في المتناول بالنسبة للأهلي لكن لعبره في النهاية المجهودك في الملعب خلال 90 دقيقة